قام رئيس الهيئة العامة لرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحيا كريمة بوزارة الصحة أحمد السبكي بتلقيع مذكرة تفاهم مع القنصل الشرفي لتونس ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية صبوحي عطار وخلال أعمال ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين والمنعقد في اسطنبول أكد السبكي أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام القيادة السياسية من جانب قال صبوحي عطار أن تقنيات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر متميزة مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التعاون في مجالة الرعاية الصحية بين مصر وتركيا